بعد كثير من الجدل حول دعوة نظام الأسد لحضور مؤتمر بغداد للتعاون والشركة يحط وزير الخارجية الإيراني حسين أمير ضيفاً على نظام الأسد في دمشق لمناقشة مخرجات مؤتمر بغداد مع المسؤولين في نظام الأسد مؤتمر بغداد الذي حضرته دول عربية وأجنبية منها السعودية وإيران والإمارات وتركيا ومصر وقطر والأردن والكويت وفرنسا بالإضافة إلى منظمات عربية ودولية لتقريب وجهات النظر الإقليمية خاصة بشأن القضايا المتعلقة بالعراق والنأي به عن النزاعات في المنطقة وتركيز الجهود لمحاربة تنظيم الدولة وتعزيز علاقاتها الاقتصادية مع دول الجوار وفتح أبوابه لدخول الشركات الاستثمارية بحسب تصريحات لرئيس الوزراء العراقي الوزير الإيراني شدد خلال كلمته في المؤتمر على ضرورة أن يشارك نظام الأسد كدولة جارة مهمة للعراق لافتا إلى أن طهران تتشاور مع القيادة في نظام الأسد بخصوص الأمن الإقليمي والتنمية المستدامة في المنطقة محاولا إعادة النظام إلى محيطه الإقليمي من بوابة بغداد وكانت الحكومة العراقية قد نفت في وقت سابق صحة أنباء تحدثت عن توجيه بغداد دعوة رسمية إلى رئيس نظام بشار الأسد لحضور قمة دول الجوار المقرر انعقادها في بغداد جاء ذلك وفقا لبيان أصدرته وزارة الخارجية فما الذي يحمله الوزير الإيراني في جعبته لنظام الأسد وهل ستتمكن إيران من إعادة إنتاج الأسد في المنطقة والحصول على قبول وموافقة دولية